في شبهة فكنها الأخوان المسلمين والسرورية وجماعة انصار السنة المحمدية الحزبية اللي يمدي مع الموجة الحاصلة تانذا رجعوا لينا للوهمات بتاعة الكيزانة القديمة مشروع يقول لك الوحدة الإسلامية واللحمة الإسلامية وهم ما صادقين في الكلام ده لا في وحدة إسلامية لا في لحمة إسلامية إنما مشاريع بيجمعوا بيها الأموال بيجمعوا بيها الأصوات وبيصهروا بيها في الساحة فبناء على الكلام ده قام قطعوا لهم كلام للشيخ الألباني رحمه الله تعالى ونشروا مقطوع ومبتور عشان تعرف إجرام جماعة الإخوان المسلمين وجماعة انصار السنة المحمدية البقة الليلة في ضنب وفي زيل الإخوان المسلمين فقطعوا كلام الألباني قطع شنيع وغيروا معنى كلام الألباني رأسا على العاقب وخلاصة النقطة اللهم قطعوها ونشروها ناشر ذاك السروري الاسمه مهرام ماهر داو دا ما عنده حاجة أصلا فناشرينها ودل ناشرينها ودل ناشرينها الخلاصة قالوا الألباني بيقول إنه إذا لقي تزول بحرب العلمانين ما يجوز ليك أو ما ينبغي ليك تطعم فيه وتتكلم فيه والمفروض تدعاهم معاه إلى آخره وضربوا مثال بالكلام دا بعبد الحيوسف الليلة في السودان أولا عبد الحيوسف رجل مبتدع ضال منحرف بأدلة الدليل الأول في رسالة الدكتوراه حقته اللي يسمى كتاب الاستبداد السياسي وموزع في السوق دا البيجابي دكتور يرى عبد الحي حرية الاعتقاد بل عقد فصل كامل في الباب دا سماه حرية الاعتقاد ومعنى حرية الاعتقاد داي والإخوة الفاضل يعني يجوز لأي بشر على وجه الأرض يعتقد ما شاء داك يبقى مسلم داك يطلع من الإسلام يرجع يبقى يهودي داك يرجع يعبد بوزة ذا يعبد الصنم بيقولوا بجوز والعقيدة دي موجودة عن جميع الإخوان المسلمين وده علاقة بلقي طريق السويدان لما قال أنا ما أندي مشكلة في حرية الاعتقاد وأن يعتقد الإنسان ما يشاء ويعبد بوزة ويعبد الوسن ويعبد غيره وقال أنا برضو ما عندي مشكلة في الاعتراض على الإسلام والاعتراض على الدين حتى الاعتراض على الله ورسوله قال أنا ما عندي مشكلة وده غاية الكلام ده غاية في الكفر بالله سبحانه وتعالى لأنه ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فده الآية اللي بتبطل مسألة حرية الاعتقاد ربنا ما يرضى إنه الإنسان إلا يكون مسلم لأنه ربنا قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وربنا سبحانه وتعالى قال إن الدين عند الله الإسلام وربنا عز وجل قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كذلك ثانيا عبدالحي رجل تكفيري يكفر الحكام كما في رسالة الإفساد بات حقته الصفحة 292 يكفر الحكام المسلمين مش الحكام الأصلا بر الدين من اليهود والنصارى وده منهج الخوارج ومنهج التكفير والهجرة كذلك عبدالحي صوفي مع الصوفية ويمدح في التصوف يقوله التصوف الحق وده كله ما بعيد من منهج العلمانين يا جماعة بالذات حرية الاعتقاد والتبرير للتصوف واعتقاد ما يعتقده كثير من المتصوفة وده في النهاية منهج العلمانين وما في علماني إلا هو في النهاية تلقى صوفي يعني شيوعي بتلقى في النهاية تجاني بعصي في النهاية بتلقى وختمي كله في النهاية هوس وكله بالا في النهاية المهم عبدالحي ما بعيد كثير من الناس زين ثم عبدالحي يوسف عنده ذات أشياء كفرية نحن ما بنقول كافر أنه قد نعزل بجهل بتأويل وده منهجه للسنة وإنصاف وعدل أهل السنة لكن عنده عقاية كفرية زي حرية الاعتقاد دي كفرية شيخ ابن عسيمين قال البقول بحرية الاعتقاد هو كافر بالله كفرا أكبر لكن ده حكو معام ما بننزل عليه كمعين إلا بشروط وموانع وده من عدل وإنصاف أهل السنة فعبد الحيز الضال ضلالي مضل ما تقول لا يدعاهم معاه لضرب ضلين تانين كلهم ضلين كلهم بالردع لهم وكلهم بالنجيمهم عبد الحي نقود محمود محمد طاها البعسين البوشي سجم رمات كلهم بالردع لهم فما في حاجة اسمه دا ونخل دا ونخل دا اتنين ما بجوز الاستعانة بأهل البدع والضلال بعد ما علمت أنه عبد الحي من كبار أهل البدع والضلال ما بجوز الاستعانة بأهل البدع والضلال في أي أمر من أمور المسلمين يعني أمور الدين أما أمر الدنيا ممكن تشتري من عبد الحيط طحنية ممكن لو باع دكوة تشتري منه دكوة لكن تمشي السعنبي في دين ما بجوز قال الإمام محمد بن حنبل وأهل البدع ولا يجوز الاستعانة بأهل البدع في شيء من أمور المسلمين وجاء أهل البدع إلى محمد بن زيرين فقالوا اسمع منا يا إمام قال ولا كلمة قالوا نقرأ عليك القرآن قالوا ولا آية قالوا حديث رسول الله قالوا ولا حديث وسد أذنيه بأصبعيه ودخل بيته وجاء أيضا إثنان من المبتدع إلى أحد أئمة السلف فجلسوا عنده فقال لهم إما أن تقوما عني أو أقوم عنكما فقام عنهما وذهب ده الدين وده دليل من النص القرآن ربنا قال في صورة الكهف وما كنتم اتخذ المضلين عضضا البغوي وكذلك القرطبي فسروا الآية وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورحم الله الجميع الآية معنات ما بجوز تتخذ أحد من أهل البدع المضلين عضض يعني نصير ومعين ما بجوز الله قال وما كنت وفي قراءة وما كنت يعني يا محمد وما كنت متخذ المضلين عضضا يعني ربنا قال للرسول عليه الصلاة والسلام ما تستعين بأهل البدع وتجعلهم نصيرين لك وعضض لك في الدين ده دليلنا على كلام ده ما بجوز إطلاقا ثالثا أنصار السنة ومهران والطرنقعدين لما نشر القطعوا كلام الألباني وزوروا كما فعل اليهود في تزوير كلام الله سبحانه في تحريف كلام الله عز وجل زوروا الآن هؤلاء كلام الألباني رحمه الله تعالى فلما انقطعوا قالوا الألباني يقول المبتدع إذا بحرب العلمانين آآ ما تتكلموا فيه وما تعينوا عليه ووقيفوا معاه يعني أنت مختنعين عبدالحي مبتدع كده أول شي نسبتها يعني صار السنة هل عبدالحي عندكم مبتدع دي كده إذا دي سبتتوا معانا والله أنت مشيتوا معانا خطوات تنظيم بعيدة جدا والرونة عبدالحي ده يعني أنت أول شي نسبت إذا مبتدع بدأ ناغيشكم لا يجوز الاستعانة مبتدع باتفاق علماء الدين أما إذا قلتوا ما مبتدع أنتوا سألكم مبتدع أصلا كان قلتوا ولا ما قلتوا بحاجات كثيرة فطور مع الكواسهم ديمة وعشها ضربتوا حاشب الرز معه مع الكباشي وبلاوي كثيرة جدا المهم المقطع ده قطعوا أنا جبتوا ليك كامل وديل قائلين المقطع ده ما بطلع المقطع طلع الحمد لله وهو شريط رغم ستمية أربعة وتمانين على واحد من سلسلة الهدى والنور للألباني وعنوان الشريط تعليق الألباني على كلمة للعودة العودة المجرم ده الأخو مسلم تعليق الألباني على كلمة للعودة في شريط في شريطه ظن فيه الناس أن فيه متحا لحسن الترابي بتاريخ 19 جماد الآخر 1413 هجرية ده الشريط زي كمو 30 دقيقة الخلاصة شنو الخلاصة جزو القطعو ده بعده طوال الألباني شرحوا قاصة شنو الكلام القطعو ده وفهم منه أنه المبتدئ لو حارب العلمانيين نقيف معه وما نطعم فيه مش كده؟ قام واحد جالس ومن الله جاته ذاته السوداني قاعد قدام الألباني فيهم زي الفهم ده من كلام الألباني أنه كلام كان يعني كأنه محتمل فقال له يا شيخ طيب الآن في أفغانستان يقصد ناس جميل الرحمن في ولاة كونر ولما جات الجماعات الإسلامية قالت دار تجاهد الشيعين من الروس مع السلفين ديل قالوا يعني الحصد شنو قالوا له يا شيخ في النهاية واحد أخو مسلم من الأخوان المسلمين مصري فجميل الرحمن جماعة دار فتشوا قال ما دفتشوا دخلوا وسأخفيوا من الأخوان المسلمين فدخل ضرب جميل الرحمن بالرصاص بالطبنجة كتلوا كتلوا وعداكت صلة العلمانين على الدولة بعد ما انتصروا السلفين بقيادة جميل الرحمن رحمه الله تعالى رحمة واسعة السبب في قتله هم الأحزاب المبتدعة وبالزاد جماعة الأخوان المسلمين فالطالب ده يقول للألباني يعني طيب كيف كأنه فيهم الفهم الدار يفهمون للأخوان المسلمين فقال له طيب هل تجربة دي كيف إذا حكمناه على الكلام اللي قدتوا والنظرية الذكرتها الشيخ فالشيخ قال ودرت خلاص كده بنتهي الشيخ قال ده قال ليه شيخنا نحن سلمنا الذي ذكرته من النظرية في أبغانستان فماذا حصل للسلفين هناك القصة اللي ذكرناها قبل شوية فقال الألباني أدي في الدقيقة ستة وعشرين السانية عشرين من الشيخ الألباني قال ليه نحن بنقول يا أستاذ الله يهديك عم بنقول بالنسبة لما نسمع هنا في الشريطة بما نسمع هنا فهنا ما ينبغي نحن أن نطلب من مثل هذا المحاضر إنه يورجينا يورجينا يعني يعني يورينا يورجينا موقف المحدد الدقيق عن كل هذه الجماعات الإسلامية هذا لكل مقام مقال كما يقال يعني قال قصد كلامه الكبير مش يسكت من المبتدع زي بطعم في العلمانين لا 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 بيقصد إنه الشريط العرض اللي العودة ده اللي بتكلم فيه للعلمانين اللي قدامه ده قال أنا زيداء كونه بتكلم في العلمانين الآن ما بلزمه وقول له لازم برضو تجيب معاك الإسلاميين التنظيمات الإسلامية لازم تجمعهم في شريط واحد ده ما يلزم لقصد الألباني شنو جايطين وتمشي تدعاون مع الأخوان المسلمين الألباني قال ليس صحيحا أن يقال إن جماعة الإخوان المسلمين من أهل السنة لأنهم يحاربون السنة الألباني لما سألوا عن شدة على البوط في رده على البوط شد عليه قال ليه ليه تشد عليه قال الذي ينكر الشدة على أهل البدع إما إخوان جي وإما جاهل إخوان جي دقالة كده ثاني يجي يزكيهم وقولوا يسكتوا عنهم ويتعاونوا معهم فالكلام ده كله كلام كذب ده كان في الدقيقة 26 من الثانية 7 طاجر لحد الثانية 23 من تماشي لها قدام هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد والسلام